إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي قال جهاد في سبيل الله قيل ثم أي قال حج مبرور هذه المناسك التي يؤديها الحجاج لها أسرار وعبر وحكم تحتاج منا إلى أن نقف عندها هي تربي في هذه الأمة كيف تتعلق بربها ترسم لها منهجا واضحا نتعلم من كل منسك من هذه المناسك قيما يريد القرآن الكريم أن يغرسها في قلوب المسلمين هذه الشعيرة شعيرة الحج ملأ بالعبر ولكن تحتاج إلى بصيرة قلب ليرى الحكم من وراء المنسك العين ترى هذه الأعمال الظاهرة لكن البصيرة بصيرة القلب تنفذ إلى الحكم والأسرار العجيبة الكامنة في هذه المناسك نبدأ بأول هذه المناسك وهو المواقيت المكانية والزمانية هذا يعلمنا الانضباط الأمة كان فيها من فوضة وعدم نظام لكن الإسلام علمنا الترتيب والإسلام علمنا الانضباط والإسلام علمنا النظام ليس في حياة المسلم عشوائية ولا فوضوية بل كل المناسك وكل الأركان ترى أنها منضبطة حتى الصلاة الصلاة منضبطة في مواقيتها وفي أعمالها وأركانها الصيام يبدأ في وقت محدد وينتهى عند وقت محدد وأوائل الصيام يبدأ الشهر برؤية الهلال وينتهى برؤية الهلال حتى الزكاة معلومة في مصارفها وفي مصادرها وفي مصادر إنفاقها وفي مقاديرها وأنصبتها الحج كذلك قائم على هذا النظام يبدأ بهذه المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نوع استعداد وتهيئة أنت ستقبل على بيت ربك جل وعلا فمن هذه المواقيت سن لنا عليه الصلاة والسلام سنة الإحرام فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجدة قرن المنازل ولأهل اليمم يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو الغمرة إذن هذه المواقيت المواقيت المكانية التي يجب على من جاء عليها يريد حج أو عمر أن يحرم من عندها هذا يعلمنا أن ملايين الحجاج الذين أتوا عبر هذه السنين والقرون من لدن وقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا هذه الجموع تسير بنظام وتسير بانضباط فيعلم المسلم كيف في حياته أن ينزع العشوائية والفوضى كثير من غير المسلمين للأسف يتهمون المسلمين أنهم فوضويين ولا يعرفون نظاما بينما ديننا علمنا النظام وهذه شعيرة تعلمنا كيف يكون هذا النظام وعند هذه المواقيت تعلمنا شيء آخر وهو الإحرام ولبس ملابس الإحرام ينزع عنه الملابس المخيطة بالنسبة للرجال هذا الإحرام هل له معنى ومغزى؟ نعم فيه معنى التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم المسلم الآن يتهيأ بلباس ليس فيه طرف وليس فيه زينة وليس فيه تميز العرب وغير العرب الأغنياء والفقراء كلهم يلبسون زيا واحدا إزارا ورداءا لا يتميزون وما أشبه هذه الثياب بالأكفان فهذا كأن فيه معنى يجب التغيير أن يغير المسلم من نفسه حتى يغير الله تبارك وتعالى ما به ومعنى عقاد نية الإحرام واجب عليه أن ينضبط بأخلاق الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج احفظ لسانك واحفظ بصرك واحفظ وقتك أنت الآن قد بدأت شعيرة قد بدأت ركنا من الأركان قد بدأت الحج وهذا الركن العظيم يتعلق ببيت الله الحرام والوقوف بعرفة فأنت في شعيرة عظيمة يجب عليك أن تستشعر قدسيتها وعظمتها وأهميتها ولذلك شرع لنا الإحرام من هذه المواقيت المكانية ثم يرفع صوته بالتلبية وهي التوحيد كما قال جابر رضي الله عنه فلما استقل راحلته أهل بالتوحيد التوحيد هو التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يأتي بعد ذلك اختيار النسك الحج مخير بين التمتع والقران والإفراد هذا في بداية الحج وفي نهاية الحج هو أيضا مخير بين أن يتعجل في يومين وبين أن يتأخر إلى ثلاثة أيام في رمي الجمار إيه المعنى العميق هنا في سر هذا المنسك خير في بداية المنسك أو في بداية الشعيرة أو في بداية الركن وفي نهايته هذا التخير يعلمنا أن تتسع آفاقنا للخلاف الفقهي الخلاف القائم على دليل وليس القائم على هوا أو القائم على شهوة اختلاف الفقهاء فيما بينهم هذا أمر مشروع ولا حرج منه إذا كان قائما على الدليل وهذا كما يسميه ابن تيمية رحمه الله اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد لأنك قد ترى في النص وفي فقه النص ترى فيه اختلافا بين الصحابة في فهم النص هم لا يختلفون على النص وإنما يختلفون في فهمه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام ببعض الطاعات والأعمال الصالحة بأكثر من صورة وهذا يدل على مرونة هذه الشريعة وعلى سعتها إذن الحاج مخير في بداية النسك إما أن يكون متمتعا أو مفردا أو قارنا وإذا انتهى وبعد أيفرغ من أعمال الحج فإنه يرمي الجمرات إما أن يتعجل في يومين فيخرج من منا قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر أو إذا غربت الشمس عليه فوجب عليه أن ينتظر حتى يرمي في اليوم الثالث وهو الثالث عشر من ذي الحجة فانظر إلى هذا المنسك وهذا التخيير في بداية الحج وفي نهايته ليعلم هذه الأمة السعى والمرونة وأن لا يكون الخلاف الفقهي بين الفقهاء سببا للشغب أو للقطيع أو للطعن كم اختلف الصحابة فيما بينهم ولكنهم كانوا يفهمون أهلية الخلاف وأخلاق الاختلاف لأن الاختلاف يحتاج إلى أهلية علمية وأهلية خلقية ليس فقط أن يكون من العلماء الراسخين في العلم ولكن يجب أيضا أن يكون من أهل الخلق ليعلم أن الاختلاف ليس سببا ولا ذريعة لاختلاف القلوب وتنافرها أو التنابز بالألقاب هذا ملحظ مهم جدا عندما نرى إلى أسرار هذا المنسك منسك آخر وهو استلام الحجر والطواف حول الكعبة الحجر الأسود نزل به جبريل عليه السلام من الجنة والحجر الأسود وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه عندما نستلم الحجر الأسود وعندما نطوف حول الكعبة هذه أسرار عجيبة يجب أن تتبادر إلى الذهن الذي يطوف والذي يستلم الحجر الأسود عند بداية الطواف أول شيء عقيدة التوحيد أن كل من حوله من الأمة كلهم يطوفون وكلهم يتحركون في هذه المناسك مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم تسمع يمنة ويسرة دعاء وبكاء وتضرع رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رجالا ونساء صغارا وكبارا عربا وعجما الكل يريد من الله المغفرة ويطوف فتستشعر أن هذه أمة واحدة مهما اختلفت بقاعها ومهما اختلفت لغاتها وألسنتها جمعتها هذه المناسك في مكان واحد حول بيت الله الحرام نتذكر الخليل عليه السلام عندما قام في هذا المقام وحد يبني البيت مع ولده إسماعيل ويؤذم في الناس بعد الفراغ من بناء البيت أن يحج إلى بيت الله الحرام نتذكر أهمية الترتيب والنظام النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الحج وتعلم الناس من الصحابة شعائر الحج وأصبحت هذه الشعائر متوالية ورتيبة في الأمة عبر هذه الأيام والسنين والقرون لم تتغير هذه الألوف والملايين التي تتحرك في هذه المناسك بنظام وبترتيب عجيب ترى وتلمح فيه أن الإسلام علمنا كيف نحسن الاتباع لا لابتداع اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم نتذكر أيضاً القضاء على الوهن والضعف الذي يعتري هذه الأمة من سنن الطواف العجيبة حكتين الرمل والضباع للضباع يعني أن تكشف الكتف الأيمن عندما تريد أن تطوف في الثلاثة أشواط الأولى وأن ترمل في الباقي الرمل معنى المشي السريع هذا فيه ملمح وهو القضاء على الوهن والضعف والتواكل والتواني لا تظهر لعدوك ولا حتى لصديقك ضعفاً ووهناً كن قوياً بالله لا تشمد بك حاسداً ولا عدواً بإظهار الوهن والضعف الصحابة رضي الله عنهم عندما ذهبوا إلى مكة أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك والرمل معنى المشي السريع لأن أهل مكة في وقتها كانوا يقولون إن الصحابة أصابتهم حم المدينة فإنهم أصبحوا ضعافاً وأصبحوا يعني مرضى ولكن أظهروا من أنفسهم الهمة والقوة في هذا الرمل وفي هذا السعي لذلك هذه من سنن الطواف في الشوط الأول أن المسلم عليه أن يكشف كتفه الأيمن هذه سنة تسمى للضباع وأما السنة الأخرى فهي الرمل وهي المشي السريع قليلاً النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا وهذا فيه منسك مهم وله سر عجيب أن في ديننا القوة وليس الضعف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير استعم بالله ولا تعجز هناك أيضاً نرى من أسرار المناسك العجيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يحج ويطوف حول بيت الله الحرام نظر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك ما أطيبك وأطيب ريحك والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك انظر إلى حرمة دم المسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم قدر الكعبة بل يعلم قدر مكة وهي مكة من أحب البلاد إلى الله بل ما بكى عليه الصلاة والسلام على أمر من أمور الدنيا كما بكى على خروجه من مكة مكرها ليلة الهجرة نظر إلى مكة وقال والله والذي نفسي بيده إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت انظر يعلمنا عليه الصلاة والسلام حرمة دم المسلم المسلم حرمته عظيمة لا تهتك عرضه بغيبة ولا بنميمة ولا بافتراء ولا بكذب حرمته عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة هذا ملمح في ذلك المنسك نحن أيضا لا ننساه انظر إلى سنة التيسير بعد كل منسك من هذه المناسك ترى أنه شرع لنا نوع من التقاط الأنفاس والهدنة بعد الطواف شرع لنا أن نصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم نشرب من ماء زمزم نستريح قليلا قبل السعي بين الصفة وبين المروة عند الإفاضة من عرفات سن المبيت بمزدلفة يصلي بها المغربة والعشاء قصرا وجمعا ثم يبيت بها إلى الفجر فانظر إلى هذه الفترات من التيسير لأن الدين يراعي الفطرة البشرية كثرة الأعمال الشاقة المتلاحقة قد تجهد الإنسان وتضعفه ولكن في مناسك الحج ترى هذه المحطات من الراحة والتقاط الأنفاس وهذا يدل على أن الدين يسر ونيسرك لليسرة أيضا من هذه الملامح العجيبة عندما يذهب الحجاج إلى رمي الجمار رمي العقبة الأولى والثانية والثالثة يتذكر بذلك عمق منهج العداوة بيننا وبين الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو كلما زاد إيمانك وزاد الطاعاتك يريد الشيطان أن يفسدها فهو لك بالمرصاد حتى قيل للحسن أينام الشيطان عنا؟ فتبسم رحمه الله وقال لو نام عنا لسترحنا الشيطان لا ينام لا ينام بالليل ولا بالنهار لا في الصيف ولا في الشتاء لا في المواسم ولا في غير المواسم لذلك كن على حذر الشيطان عدو متربس إبراهيم عليه السلام كان سيقدم على عمل عظيم ينال به مقام الخلة عند الله فأراد الشيطان أن يصده عن هذا العمل فعرض لإبراهيم في هذه المواطن الثلاثة التي نرجم فيها هذه العقبة العقبة أي الموقف أو المكان الذي تعرض له الشيطان لإبراهيم عليه السلام ليصده عن أن يمضي فيما أمر به من ذبح ولده فرماه بهذه الحصيات وهذه الجمرات كأنك تتذكر مع نفسك أيضا أن الشيطان ليس لك بصديق الشيطان عدو يجن من ابن آدم مجرى الدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم على المسلم أن يتنبه إلى عداوة الشيطان له وعلى المسلم أيضا أن ينظر إلى أنه في كل هذه المناسك هناك حكم وأسرار عليه أن يتدبرها في سنة السعي السعي بين الصفى والمروح نتذكر أسرانا عجيبة لأن هاجر عندما رأت ولدها وهو يكاد يموت ما جلست تصرخ وتولول وتستسلم ولكنها قامت فسعت كذلك على المسلم أن يسعى ولم تسعى مرة أو مرتين لا كأن السعي سبعة أشواط في نوع من الإصرار والعزيمة أنها ستبذل أقصى طاقتها وأقصى جهدها حتى تصل إلى فرج فلما سعت هذه أشواط السبعة وتعبت جاء لها الفرج من الله تعالى فجاء الملك وهو جبريل عليه السلام فضرح بمؤخرة أو بجناحه الأرض فنبع الماء فقالت زمزم نبعت ماء زمزم فشربت وشرب ولدها وقال لها لا تخاف الضيعة فإن في هذا المكان بيت سيبنيه إبراهيم وولده إسماعيل انظر إلى هذا المسعى عندما تسعى بين الصفا والمروة تذكر هذا السعي أن الإنسان إذا أراد فرجا من كل ضيق ضاقت به السبل أحكمت حوله حلقات البلاء أين يذهب علي أن يشتهد أن يشتهد مع الله وأن يأخذ بالأسباب وأن لا يتواكل وأن لا يتوانى وأن لا يكسل ولكن يفعل كما فعلت هاجر فإنها سعت من لم يمرن نفسه على صعود الجبال عاش طيلة حياته بين الحفر المتردد لا يفلح والملتفت لا يصل الذي له عزيمة الصادق يلقي عزمه بين عينيه ويمضي مستعينا بالله متوكلا عليه رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر كن صاحب عزيمة مع الله تبارك وتعالى هذه المناسك عندما نعيش فيها نرى هذه الأسرار العجيبة وفي الحقيقة هي أسرار لا تنتهي كلما أمعنا النظر في نسك من هذه المناسك كلما أخذنا منها عبرة وكلما اشتقنا إلى أن نكون من هؤلاء الحجاج الذين يفدون على بيت الله تبارك وتعالى حتى في أواخر هذه المناسك عند الإفاضة من عرفات كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة فليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع يعلم الأمة أيضا مراعاة شعور الآخرين هناك الضعفاء هناك المرضى فكن رحيما ورفيقا برفقتك في السفر وبمن معك ومن حولك من المسلمين هذه الأمة أمة واحدة تعبد ربا واحدا إلهها واحد نبيها واحد كتابها واحد قبلتها واحدة فما التفرق بعد ذلك إلا من الشيطان نسأل الله أن يجمع هذه الأمة على كلمة الحق على كلمة سواء أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وألقاكم بإذن الله تعالى على خير وطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته